طيب دكتور أحمد يعني وأنت مديراً إقليمياً لمنظمة الصحة الإقليمية أنا أعلم جيداً حجم منصبك وأعلم أيضاً حجم حساسياته حتى عندما تستخدم أي مصطلح أو عندما تقترب حتى من ذكر الحقائق لكن ألا يوجد أي شكل من أشكال الضغط الذي من الممكن أن تقوم به المنظمة لتحسين الوضع الصحي في فلسطين؟ والله نحن يعني نتواصل مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة وكذلك نقوم بغشة الكثير من التقارير التي تعتمد كما تفضلت على حقائق وبيانات يعني من عرض الواقع ومن الميدان يجمعها فريق متخصص يعني من المنظمة الصحة العالمية وكذلك المنظمات الأخرى ونقوم كذلك بأتقاس المهدانين والممولين لمختلف البرامج حتى نضمن فعلا استمرارية يعني العمل التي تطبيع المنظمة وتنفيذ مختلف البرامج لكن لا أخصي عليك أستاذ يوسف هناك تحدي كبير للأسف كما تفضلت مع بداية هذا اللقاء ماكينة الهدم والحرب والاعتداءات يعني ما زالت مستمرة على الرغم من المناشدات وهذه المكيمة يعني تستهجف على الحسد القانون الإنسان الدولي أماكن آمنة ومحمية بموجب هذا القانون هناك ما يقارب من حوالي ثلاثين يوم تقريباً وأربعين هجمة على مؤسسات النظام الصحي مية وستين تقريباً أو مية وسبعين تقريباً في قطاع غزة أدت إلى خروج عدد كبير من هذه المؤسسات الصحية خارج الخدمة وإما يعني طبعاً بسبب رئيس الاستهداف المباشر أو بسبب نقص الوقود أو بسبب الاستهداف المصادر النظيفة وكذلك المحطات أو محطات توليد تقرابها يعني سواء الوقود أو بطاقة أشكرك جداً دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أشكرك جداً جداً جداً